زمالك بقى هنبقى كسيرة عن رفع يقاف الكويد ده هيحصل امتى ولو تم رفع يقاف الكويد الصفقات اللي زمالك بيبص عليها دلوقتي وممكن يضمها قبل نهاية شهر يناير النهاردة تم الاعلان بشكل رسمي عن انتقال محمد عبدالغاني للبنك الاهلي خبر خرج بشكل رسمي من زمالك ده بيأكد لك ان الموضوع الكويد زي ما قلت لك قبل كده في اكتر من حلقة الموضوع خلاص شبه منتهي انا يعني متابع بشكل جيد تحركات قدرت الزمالك الموضوع في الاول في الاخر ان اللي جبونة ما كانش موافع على التأسيط فدخل قصة ان طب ما نعمل ضمان في الموضوع ان انت تاخد مليون دولار كاشو المبلغ المتبقي تاخده دفعة تانية فالي جبونة ما كانش عنده الصقة الكاملة طب يا جماعة هنعمل لك اختاب ضمان بنكي ان الدفعة التانية توصل في معاتها فانت تبقى ضامن فلوسك ان البنك هيبعتها لك من حساب الزمالك في الوقت ده باختاب ضمان فحصلت شوية مفاوضات تحويل للعملة المصرية للعملة الدولارية كل ده اخر الموضوع شوية لكن انا عايز اقول لك ان الموضوع كله على بعضه مسألة وقت خلال اسبوع من دلوقتي وكل الموضوع شبه ومنتهي بالنسبة للصفقات يا كريم مع خروج عبدالي بغاني ده بيأكد لك ان الزمالك بيتحرك بشكل جدي بشكل جدي في مجموعة من الصفقات لتدعيم كل خطوطه وكان منهم ان هو اتكلم مع الالتحاد السكندري ان احنا لو انتوا عايزين كابتن طارج العشري تطالب عمر السيسي بالاسم من الزمالك وكابتن طارج الالتحاد السكندري تطالب عمر السيسي الزمالك قال لهم مفيش مشكلة وحصل تفاوت ودخل في الموضوع السمالك قال لو كمان عايزين مركز الجناح حصل مفاوضاتما بين الطرفين وابراهيم انضاق كان في الموضوع تمامها بس افكر استاذ المشاهدين إن كابتن طريق العاشر طلب عمر السيسي تحديد عشان تقلق معه جدا في طلقة جيش فبالتالي عمر السيسي أولوية بالنسبة لكابتن طريق العاشر والزمالك كمان كان مرحب بالمفاوضات اللي حصلت إن لو إتحاد سكندري هيتطلب إبراهيم أنضاي إن ما فيش مشكلة إن إبراهيم هيخرج بشارة إن هم يتوصلوا لاتفاق مع العيب مرتب إبراهيم في الزمالك أنضاي في زمالك كبير فبالتالي صعب إنه يخرج في يناير ولكن هو من الحاجات اللي حصلت ما بين الطرفين مقابل إن الزمالك عايز من الاتحاد السكندري كل الناس دلوقتي مش هتفكر غير في مبلوله قلت لسه أسألك هل الأسماء دي ممكن تخرج من الزمالك مقابل مبلوله أصلا؟ يعني هو الضمالك عمر السيسي وإبراهيم أنضاي ممكن يخرجوا للاتحاد في المقابل إشام صلاح مستبعت شوية موضوع إبراهيم لإن الاتحاد مش هيتفعله نفس المرتب ممكن عمر السيسي في مقابل إشام صلاح مبلوله الزمالك لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ما تفهودش علي